لماذا لم يتحقق تقدم ملحوظ على المصاري السياسي رغم هدوء المعارك ورغم عودة الحياة إلى شبه طبيعتها في كثير من المناطق السورية؟ بداية مساء الخير أستاذ محمد أهلاً بك وبضيفك الكريم طبعاً بالتأكيد أنا إذا تحدثنا بالإطار العام لسؤالك حول العملية السياسية أو حل سياسي أعتقد أنه لا يوجد شيء بشكل فعلي يسمى حل سياسي في سوريا حتى هذه اللحظة للمعارضة قادرة أن تقدم شيء ليس لديها هذه الإمكانية والنظام يعرف ذلك ولا النظام مستعد أن يقدم أي شيء لأن هناك سكة حل وضعها القرار 2254 واضحة والأطراف جميعها تتكلم بما فيها النظام السورية تحدث عن تطبيق القرار 2254 وأنا أتحدث من اختصاصي ببداها القرار 2254 واضح ووضع تراتبية للحل تبدأ من حكم مشترك بالمادة أربعة بين النظام والمعارضة وبين القوى السورية عندما نقول المعارضة لا نقول المعارضة الرسمية لأن أنا أجزم بأنها غير قادرة على أي عملية سياسية وأن تقدم دورا في مستقبل سوريا النظام مستمرئ هذه الحالة ولم يتنازل لأي شيء حتى محادثات اللجنة الدستورية وأصبحنا نقولها كثيرا يعني بعد فشل مسألة التوافق بالذي كان يجب أن تنجزه هيئة المفاوضات انتقلت حالة العقم إلى اللجنة الدستورية وأصبح الحديث عن ثوابت وطنية وهذه أنا أراها نوع من العرقلة يعني مسألة ثوابت وطنية أقولها دائما ليست موجودة في الدستور الدستور يبدأ بمبادئ عامة يجري الاتفاق عليها بين الطرفين دعني أوصف لك سياسيا أيضا بأنه أنا لا أرى حلا سياسيا سوريا الآن فيها خمس جيوش كيف تتحدث عن حل سياسي وبلد فيه خمس جيوش فيه من المفترض أن يكون جيشا واحدا فيها ثلاث سيادات ومن المفترض أن تكون سيادة واحدة هناك ثلاث مناطق نفوذ هناك منطقة الشمال نفوذ التركي والنفوذ الأمريكي ومناطق دعني أقول لك مناطق روسيا وإيران أيضا أين الحل السياسي هناك ثلاثة مليون لاجئ كيف يعني يطرح النظام السوري مسألة عدم تقديم أي تنازل في العملية السياسية وسوريا يعني تعاني من كل هذه الأزمات إذن أنا أرى بأن الإرادة الحقيقية تبدأ من النظام نفسه في الجلوس حقيقة لإيجاد البحث الأسباب البنيوية التي أدت إلى هذه الهزة وتلافيها لماذا؟ لأنها هذه الهزة تتعلق بوطن ولا تتعلق بنظام ومعارضة طيب ابقى معنا دكتور محمد ابقى معنا دكتور محمد سنعود إلى ترجمة نانسي قنقر